السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوفكم المثنى عبدات من قناة Geek موضوعنا اليوم من الأفضل البي 30 برو أو النوت 10 بلس تابع الفيديو وتستفيدوا بإذن إلا نبدأ الفيديو على بركة الله وفي البداية نتكلم عن الشاشة الشاشة طبعا يتفوق النوت بكل جدارة عندنا شاشة النوت 10 بلس اللي هي 3000 على 1080 طبعا علشان نبين مفاهيم عندنا 1920 على 1080 هذه Full HD عندنا 2560 على 1440 هذه 2K فالنوت 3000 على 1440 فهو أعلى من التو كين ممكن نقول 2K بلس وأقل يعني من 4K عندنا البي 30 برو 2300 و 2300 على 1080 فهذه أعلى من Full HD اللي قلنا 1920 على 1080 وأقل من 2K اللي قلنا 2560 على 1440 فهي يعني تعرف باسم Full HD بلس فهذه الشاشة Full HD بلس مقابل ممكن نقول يعني أنها 2K بلس فالشاشة يتفوق فيها النوت 10 بلس وشخصيا ما أشوف يعني أنه في 2019 جهاز فلاكشب يعني المفروض أنه يجي بشاشة Full HD بلس مجرد يعني واشهد نظر شخصية وعدد البكسلات في الانش الواحد في البي 30 برو عندنا 389 مقابل 489 لصالح النوت فعدد البكسلات الانش الواحد والوضوح برضو لصالح النوت 10 بلس أما عن تردد الشاشة اللي هو حاليا يعني صار في 2019 زي ما نقول يعني موضة السنة فعندنا الون بلس مثلا برو التسعين مقابل النوت 10 بلس والبي 30 برو لسه كلها 60 هردس يعني ما تغير فيها شي عندنا أجهزة لألعاب مثل SSROG فون 2 140 وحساسية اللمس 240 فمتفوق يعني على هذا الاثنين والاثنين هذه كلها يعني تعتبر 60 وما في أي تغيير هذا كان بمناسبة الشاشة أما النظام الجهازين أندرويد 9 مبنية على أندرويد 9 عندنا الون يو آي من سامسونج اللي هي أفضل واجهة معدلة كقوة وكيعني عدة برامج في وجهة نظر الشخصية مقابل واجهة الام يو آي 9 اللي هي لسه ثقيلة يعني ويحتاج لها يعني بعض التعديلات وتليل على كلامي لو تلاحظ لأنتوتو بنشمارك أي نعم الجهازين ما هي الأسرع وما هي موجهة للسرعة لكن لاحظ أنه البي ثيرت برو لسه حتى الستن إي من سامسونج اللي هو أقل فئة يعني نزلت في بداية السنة أسرع من البي ثيرت برو وهذا يرجع للواجهة معالج الهواوي 7 نانو مقابل مثلا معالج الستن 10 نانو وبرضو الستن أسرع الستن إي مش الستن أو الستن بلس الستن والستن بلس كلها أسرع منه نتكلم عن الستن إي مقابل الانتوتو بنشمارك اللي هو أشهر بنشمارك موجود يعني في أندرويد تقريبا فهذا اندل يدل على أن واجهة هواوي ثقيلة جدا واجهة سامسونج يعني بعد التعديل الوان نيو آي أفضل واجهة تقريبا وفي فيديو في القناة يشرح مئة ميزة في هذه الواجهة تكلمنا عن بيكس بي تكلمنا عن قود لوك تكلمنا عن برامج كثير الفيديو في القناة وفيه برضو فيديو الواجهة هواوي ممكن ترجعو له برضو في القناة واجهة هواوي الشهر الجاي عندهم تحديث راح تكون يعني اي ام يو آي عشرة راح تنزل على البي ثيرتي برو كنسخة يعني تجربية وراح تنزل على جهازهم الجديد اللي هو الميت ثيرتي برو هذه مجرد وجهة نظر شخصية فالواجهة تروح لصالح النوت 10 بلس بكل جدارة طيب المعالج هواوي من أوائل الشركة اللي تبنت أو بنت معالجها على 7 نانو متر سامسونج كان ثمانية أو عشرة فأفضل كان يعني أفضل اللي لفترة قريبة معالج الهواوي لكن حاليا المعالجين كلها مبنية على تقنية السبع نانو اللي حملت سامسونج عندما في بداية السنة الـ S10 بلس نزلت معالج 9,120 وفي نهاية السنة نزلت معالج 9,125 فسلسلة الـ S بمعالج وسلسلة النوت بمعالج نفس الشي هذا اللي سواته هواوي السنة الماضية نزلت الـ B20 بمعالج ونزلت الميت بمعالج فالشركتين في المعالج كلها قوية لكن معالج النوت 10 بلس أسرع بحكم أنه أحدث هنا عندنا مثلا تردد 2.6 وهنا 2.73 تقريبا فالنوت 10 بلس أسرع ولو شفنا البنشمارك بالتأكيد برضو النوت 10 بلس أفضل بكثير من الـ B30 برو اللي لسه يعني يعتبر ما هو هذاك السرع ولو جينا المعالج الرسوميات كلها تقريبا مبنية على الـ G77 76 لكن النسخة اللي موجودة على النوت 10 بلس أحدث من النسخة الموجودة على الـ B30 برو هنا عندنا 12 وهنا 10 وما يفرق يعني هذاك الشيء فمعالج الرسوميات تقريبا متعادلة أو متشافهة لكن المعالج والأداء بشكل كامل يروح لصالح النوت 10 بلس التخزين عندنا في الهواوي 128 و 6 جيجا أو 8 256 و 512 طبعا اللي جاتنا في السعودية كلها 8 جيجا رام فهو في التخزين ممتاز جدا لكن عندنا مشكلة في الذاكرة اللي هي بس من هواوي اللي هي نانو أو ما أدري يعني اسمها بالضبط فهي بس لهواوي بينما سامسونج عندنا يبدأ من 12 جيجا رام من SD كارد وتشتغل عليه طبعا الأسعار عندنا هنا 3000 تقريبا وعندنا النوت 10 يبدأ من 4000 طبعا ممكن نقول أنه هذا لسه نازل وهذا نازل قبل 7 شهور تقريبا أول ما نزل أظن كان 3300 فلسه برضو النوت 10 أغلى من P30 التصوير إذا حاب التقريب اللي هو الزوم وحاب عدد بكسلات أكثر هواوي إذا حاب عزل اللي هو أقل عزل 1.5 مقابل 1.6 فتروح لسامسونج إذا حاب برضو مميزات في السوفتوير تروح لسامسونج ورح نتكلم عنها فهواوي تتميز ب40 ميجابيكسل تتميز بالزوم اللي هو العشرة والعشرين اللي هي صور القلم القلم اللي هي صور القمر وما شابه ذلك فالزوم عندهم يعني هما وأوبو تقريبا الوحيدين اللي عندهم العشرة والديجيتا العشرين تقريبا سامسونج ما هتمت في هذا الشي هتمت فتحة العدسة تكون 1.5 اهتمت برضو بالتصوير الدقة اللي هي الكاميرا المامية مثلا تصور 4K بينما هواوي فل HD اهتمت برضو بالفريمات لو نشوف هواوي في 4K هواوي تصور 30 فريم في الثانية وفي الفل HD 60 وثلاثين وفي 720 960 عكس سامسونج مثلا في 4K تصور 30 و60 وفي الفل HD تصور 30 و60 و240 وفي 720 960 فريم في الثانية وبالكاميرا الامامية مثل ما ذكرت تصور 4K بينما هواوي فل HD الكاميرا الامامية هواوي 32 ميجا بيكسر مقابل 10 ميجا بيكسر وفتحة العدسة هواوي 2.0 مقابل 2.2 فمثل ما ذكرت لك إذا أنت حاب عدد بيكسلات أكثر وتقريب عندك هواوي إذا حاب المميزات الثانية عندك سامسونج فالكاميرا تفضيل شخصي شخصيا أنا اميل أو ما يحتاج أقول لكم اميل ليش عشاء الله تقولوا أنت متعصب وما شابه ذلك فأنت تختاروا في التعليقات أيش تحبوا في الكاميرا تحبوا كاميرا سامسونج أو هواوي الصوت للأسف هواوي فلاكشب لكن مو استيريو مثل ما تكلمنا عنه فيديوهات سابقة بعينما سامسونج استيريو فهنا عندك سماعتين وهنا عندك سماعة واحدة فبكل تأكيد الصوت أفضل في النوت 10 بلس وسقطة كانت من البطارية والشحن عندنا 4300 مقابل 4200 والشحن السريع عندنا في الهواوي 40 مقابل 45 على سامسونج وعندنا شحن ويلس في الهواوي 15 مقابل 20 فالشحن والبطارية لصالح سامسونج وبرضي ما يعتبر شحن هواوي سيء خاصة أنه الجهاز نزل قبل 7 البي 30 برو أشوف أنه النوت 10 بلس متفوق في أشياء كثيرة خاصة أنه الجهاز نزل أو لسه حجز مسبق يعني سينزل في هذا الشهر بينما هواوي في شهر ثلاثة تقريبا فهذه كانت أراء الشخصية تمنى تكتب أراء كم في التعليقات وبخصوص المنافس الحقيقي للنوت سيكون الميت 30 برو اللي راح ينزل تقريبا في شهر سبتمبر تقريبا أو شهر عشرة طبعا عندهم الآن هواوي مؤتمر مطورين وعندهم الواجهة راح تنزل في الشهر الجاي فعندهم بعض التعديلات لكن حاليا إذا حاب تختار هذا والله هذا النوت 10 بلس أفضل بمراحل حسب وجهة نظري تظرونا في فيديوهات جاية ولا تنسونا بالنشر والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته